بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ولا أشتف المرسلين سيادنا السلام عليكم ماكم أوفي الدوس كل شيء دليمات ولا بغي يا سيدي القبول ولا بغي المحبة ولا بغي دير أي حاجة بش يوصل ممتغة ديره سيدي السيدة قال سيدي فلان سنبغي خصوها رب العيخ السيدة قال سيدي فلانا مكينش اللي غادي ديها مني مستحيل وخانا مخدام مردام عند اللي شي سيحر بش يسموت عليها وتولي يتحمق عليها ونزوج بها ولا نديرها في خاسم بفيد ديها وش عرف صوت القليل سيحر قبول شا سعيني بدأ أنا اشرح للناس اللي معارفين شنو السيحر القبول شنو السيحر القبول شنو السيحر المحبة هلما راح تسيدي سايطة لي قد يش هدر سيحر القبول قد يلو سايطة علي تليفون لاش ما ما عنده غرار طيب على قيد أللا السيدي فهموا حد المسألة اللي يزيكم بخير احنا مشي ضد الناس باش ندروا ليم سيحر القبول ولا سيحر المحبة ولا ندروا ليمشي حاجة ولا نجمع بيناتهم أنا علي مكتوب لك غتزوج به رب تزوج به كما سيقول له هدل المسألة سيد يا سيد الناس ديها للدنيا رابزوجين في الدنيا زوجين في السماء إذن هد السيد ولا هد السيدة إلا بود دليه واحد جدول واحد طلصا تمشي عند فلانة ولا فلانة ولا مش عودة ولا شوافة دليه فلان بغيته جيب لي الصورة دياله جيب لي اسمية دياله واسمية دياله إلا ما عاشي اسمية دياله جيب لي مشي مشكل جيبيه عالصورة هانا تيدي يستروليكم ولكي أترفع القادية أن هذا السيد هذا اللي دالك السحر عرفتيه اللي درتين تي السحر عرفتي أنك رسلت ليه عدو وليدول إلى جسديه بمعنى وكلتيه ولا شربتيه غير شي حاجة قطرة ديال الماء ولا شي ميسيكا ولا شي الرق ديالك مع الرق دياله ولا هادي ولا هادي رأى مباشرة رأى الشياطين منتجتني في أي مكان هناك الشيطان شياطين تيخدموا هاد السحر السحر ممكن شيعطي المفعول دياله بدون شيعطين يا ناس الله يجلزيكم بخير فهموا القادية أنا كراقي أعرف هذا المسائل دي ودرست هذا المسائل وتنبحث في هذا المسائل لا درتي شي مسألة يعني أنك فلان حكمت لي بالإعدام هاد السيدة مثلا درتي ليه واحد تلصم او حتى شي العيبة بسيطة مسألة بدون بلما تشعر مشتعوده لكذا بعدها باش روح الفيديو وحده ديرها على السيدة قال لك سيدي السحر باش تجيب ماشي السحر مقالو السحر ولكن باش يكترو عندك الزبائين باش يكترو عندك المال حانوص عندك وليه عامر شدو حتى ومدر فيها تاس القرون الفلاس وكتف فيها يا فتاح يا رزاق يا وهاب ولكينش ما يخدمه اقول لي يا تشي ما يخدمه وشي يخدمه جين مؤمن وشي يخدمه جين نوراني إلا وخيخدمه شي طعم وشدوه تعلقوه وتخبيه عن الناس لا تخبيش ليش هتخبيه عن الناس كنتين تعارف انه فيه على السنة وعلى الحق ما تخبيش عن الناس ولكن انت بمعنى انك لا ترضى بقضاء الله ولا ترضى باختيار الله عز وجل لك تاخون بأشياء وتدعي انها من الحق انها من الدين ليست من الدين فيه شيء اسمع اسمعي اتقوا الله في أنفسكم سنحاسب أم الله عز وجل لأن هذه الأشياء سنحاسب عليها وش حالاني شو قابل تانية قابل إذا رجعوا الموت ودينا هذا السيد اللي قدرت ليه ما يستمع بالقبول أو المحبة إلا أنت وحدك ستعرفي أن الشيطان يدخل في الجسد دياله وغادي يبقى يخدم هاد الأسحار ويخدم هاد السحر ديال القبول ويخليك تموت عليه ويجيبك الفكر دياله ويخليك تفكري فيه ويخليك يدري أي حاجة ما تقوليش لله هو كذلك ويخليك الجميع خرج هاد الشيطان الددغ هالموصيب العظمه دان أفلا إلا ما كسابش ديالك الجميع خرج هاد الشيطان اللي أنا غايولي ضدك ويطور في الجسد غايولي هو عاشق يقول عاشق كذلك كذلك سحر تصفيح اللي هو الأم من الجهل ديالة تتصفح بمزازها ما تداليه وهذا السحر ديالة الحفاظ على العذرية على البكارة حتى تزوج تقرب تزوج هدين فكوها بدل معنى ما شافش أنه معد الشيطان غادي يخدم هاد السحر وغادي يدخل لها الراحم دياله وغادي يبقى معه واحد المودة غادي تزوج غايت فك السحر لكن الشيطان راح بقي سمع أصير خرجه غاولي يدلي المشاكل مع رجلها طلاق هموم زيادة على أعراض في الجسد فهموا الناس فهموا تشيل ليزكم بخير رأى أي وحتي يقول لنا سيدي السحر القبول سحر كذا سحر كذا أراض المطلقاء أراض الغائباء أصحار ما كينش جن مومنت يخدمت شي ما كينش جن مومنت يخدمت شي ما كينش جن مئة في المئة ولو يقول كنا روحاني ربانية وكذا ما كينش جن شي فهموا المسائل والله يزكم بخير سيد المسائل يحبس ويرضى بقضاء الله أم يحسدون الناس على ما يتهم الله من فضله ارضى بما قسمه لك بما قسمه الله لك تكون أغلى الناس السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر